كرمت الهائة الإدارية لنادي نينوى أرياضي كرمت الطلبة الأوائل من مدرسة الموهوبين التي نالت المرتبة الأولى على مستوى العراق في الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وأكد رئيس والنادي أن هؤلاء هم مستقبل العراق ولابد من رعايتهم منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود أي دعم حكومي لهم حيث أن مدرسة الموهوبين التي حصدت على مراكز عليا في نتائج الامتحانات للصفوف الابتدائية والمتوسطة والإعدادية لم تتلقى أي كتاب شكر أو تحفيز حكومي طبعا ارتأت الهائة الإدارية لنادي نينوى الرياضي تكريم المتفوقين الذين حصلوا على نتائج كبيرة على مستوى العراق نحن نتأسف وننقهر وننشوف لا يوجد دائم حكومي يعني هؤلاء الطلاب هم نبات نبات يعني منبع يعني منبع العلم في محافظة نينوى كما تعلمون ولكن مع الأسف لا يوجد دائم حقيقي لهؤلاء الطلبة نتاجات علمية حقيقة عرضت في خلال هذا الحفل مجموعة من الطلبة أيضا عرضوا بعض القصائد والأشعار حقيقة جهود كبيرة من قبل أهالي الطلبة لوصول أبنائهم إلى هذا المستوى العلمي المتميز بالرغم أن النادي هو نادي رياضي ليس جهة مختصة ولكن دعم وحافظ وقدم دعم وحافظ للطلبة ونرجو من الجهات المختصة والجهات المحلية والجهات المختصة التربوية دعم هؤلاء الطلبة احتفاء بهم لأنهم نخبة البلد لأنهم قادة البلد لأنهم علماء ترجمة نانسي قنقر